السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الدبلوم التجاري أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ في مراجعة بسيطة أو شاملة على منهج مادة محاسبة التأمينات محاسبة التأمينات دي خاصة بشعبة التأمينات للدبلوم التجاري طيب إن شاء الله النهاردة هنبدأ ناخد فكرة عن المنهج أسئلة في طلبة كتير بتسأل عن محاسبة التأمينات عايزة مراجعات فيها خلاصت امتحانات على الأبواب الرابط محتاجين نذاكر شوية ونشد حلنا مادة مهمة تعارفين طبعا أنواع المحاسبات محاسبة التأمينات دي من ضمن المحاسبات المهمة جدا بالنسبة لشعب التأمينات ياريت كلكم تركزوا معايا جيبوا ألم ورقة وكتبوا إن شاء الله الحاجات اللي احنا هنقولها هنراجع إن شاء الله جزء نظري وهنراجع إن شاء الله برضو بعض التمرين العملي عشان خاطر نبدأ نتمرن على حل التمرين وقلنا إن شاء الله بإذن الله منهج مادة محاسبة التأمينات في أجزاء طبعا نهاردة لازم برضو نتكلم عن الجزء العملي زي سؤال قيود اليومية والسؤال الثاني بالنسبة لسؤال قيمة الدخل وحساب إيرادات ومصرفات فرع التأمين على الحياة وفرع والحريق وطبعا إن شاء الله برضو عندنا برضو تاني قائمة لفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمولية والشركات القبضة والتبع إن شاء الله إن ده النهاردة على بركة تلا مع بعض تركزوا معايا ألم ورقة وتكتبوا ياريت البيانات دي تحاولوا تدونوها عشان خاطر نساعد بعض إزاي إنت تعرف تحل إن شاء الله بإذن الله نقدر نوصل لكم المعلومة المفيدة اللي إن شاء الله بإذن الله طبعا تحاولوا على قد ما تقدروا تدخلوا الامتحان متطمينين عشان مادة المحاسبة إنتوا عارفين برضو في الحلقات قبل كده قلنا إن المحاسبة محتاجة تدريب محتاجة كتابة محتاجة منك إن إنت تشد حلق شوية في المحاسبة عشان خاطر دي بتحتاج الطالب اللي بيفهم مع بعض التطبيقات المختلفة اللي إنت هتطبع عليها عندك كتاب المدرسة إن شاء الله برضو عندك موجود امتحانات سابقة لمادة محاسبة التأمينات برضو عايز أقول إن محاسبة التأمينات من المحاسبات الكويسة أو اللي هي مش صعبة بالدرجة اللي هي تخليك تقدر تخاف من المادة لا إحنا محتاجين إن إحنا تشد حلقنا شوية الفترة اللي جاي لإنتحانات خلاص الرابط قناة مصر التعليمية بتقدم لكم إن شاء الله هتلاقي كل ما يخص التعليم التجاري بالنسبة لقطاع التعليم الفني بالنسبة لنا محاسبات والمواد التجارية تابعوها فيه برضو من نزل الحلقات على قناة اليوتيوب على قناة مصر التعليمية لتعليم الفني برضو هنبدأ دلوقتي مع بعض نشوف محاسبة التأمينات إيه خطواتها أو إيه المنهج المقرر فيها وإزاي نبدأ نبص على الجزء النظري وفي نفس الوقت برضو نبدأ نحل تمارين عملي طيب محاسبة التأمينات صف الثالث التجاري شعبة التأمينات دي خاصة بشعبة التأمينات وهناخد النهاردة إن شاء الله مراجعة شاملة في محاسبة التأمينات برضو بعد البلود طيب في جزء نظري حابب أتكلم عليه الأول لازم تركزه معي فيه اللي هو إيه بقى قال لي مثلا سؤال في الامتحان عرف عقد التأمين أنتوا عارفين إن محاسبة التأمينات دي خاصة بشركات التأمين أو كل ما يتعلق بالتأمين سواء كان تأمين أشخاص أو تأمين ممتلكات طيب حبيب أقول إن التأمين أو شركة التأمين بتطبق محاسبة التأمينات وهي واختص بعملية التأمين على الغير وأنا قلت برضو دوقتي وهنشوف أنواع التأمينات إذا كانت تأمينات أشخاص أو تأمينات ممتلكات طيب لو جينا قلنا ما هو تعريف عقد التأمين هو عقد يلتزم المؤمن شركة التأمين بمقتضاء أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقيق أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أي دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن طيب عايز برضو أشرح نقطة تعريف عقد التأمين أو إيه معنى كلمة شركة التأمين شركة التأمين كلنا طبعا بنشوفها أو بنسمع عنها أن دي شركة تاخد مني قسط أو مبلغ مالي خلال فترة زمنية معينة قد تكون مثلا شهريا سنويا ربع سنوي القسط اللي أنا بدفعها لشركة التأمين ده أنا بحصل عليه بعد كده على هيئة تعوضات من الشركة وإذا كنت أنا مؤمن على نفس باب ده فبيسمى تأمينات أشخاص وإذا كان على ممتلكات يعني شركة يعني منشأة يعني سيارة دي اسمها تأمينات ممتلكات طيب تأمينات أشخاص الخاصة بي أنا بالأفراد وتأمينات ممتلكات من التعريف إحنا كده لاحظنا أن الشركة التأمين دي خاصة تاخد من الأفراد سواء كان يملك شركة سيارة أي مكان بيأمن عليه طبعا وفي نفس الوقت هو بعد ما بيأمن على الجزء ده بياخد تعويض خلال فترة هي وظيفة شركة التأمين بتاخد مننا أقصات على فترات زمنية محددة وبتبدأ تعوضنا عنها بعد فترة تانية طيب تعالوا دلوقتي نبدأ على التعريف خلال خلال عرفنا عقد التأمين ناخد جزء تاني نظري بالنسبة للجزء النظري بمحاسبة التأمينات إحنا دلوقتي عرفنا عقد التأمين وإن شركة بمقتضاء يؤدي المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد لصالحه مبلغ من المال في بعض التعريفات الهمة زي صاف الدخل من استثمار غير المخصصة طيب صاف الدخل من استثمار غير المخصصة دي عبارة عن إيه؟ يمثل صاف الإيرادات الناتجة عن استثمار أي أموال لم تخصص لأي فرع من فروع التأمين المختلفة ولكنها تتعلق بالسياسة المالية والإدارية جبقى لو جاء تعريف قال لي إيه هو؟ صاف الدخل من الاستثمار غير المخصص قلنا في التعريف نشوف مع بعض كده يمثل صاف الإيرادات الناتجة عن استثمار أي أموال يعني أي استثمارات ناتجة عن أموال أنا حطتها في شركة التأمين يعتبر استثمار بينتج عنه صافي فده بنسميه صافي الاستثمار غير المخصص طيب يمثل صاف الإيرادات قلت ناتجة عن استثمار أي أموال لم تخصص لأي فرع من فروع التأمين وإحنا عارفين شركات التأمين لها أكثر من فرع فأي إيراد ناتجة عن استثمار أموال مش بخصصها لفروع التأمين المختلفة دي وهي تتعلق بالسياسة المالية وإدارة للشركة دي بنسميها صافي الدخل من الاستثمار نشوف التعريف الثاني الإيرادات المتنوعة وهي تمثل كافة الإيرادات الناتجة من فائد بيع الشؤى والعمارات وأرباح بيع واستهلاك الأوراق المالية وإيرادات السنوات السابقة ومصرفات السنوات السابقة المرتدة وأي إيرادات أخرى يعني الإيرادات المتنوعة دي شركات التأمين بيكون لها استثمارات في بعض العمارات في بعض أرباح استهلاك أوراق مالية في البورصة أي إيرادات سنوات سابقة ومصرفات سابقة مرتدة للشركة دي كلها اسمها إيرادات متنوعة أما تعريف المخصصات يتضمن كافة المخصصات المتعلقة بإهلاك الأصول العامة للشركة ومخصصات أخرى يعني أي إهلاك خاص بشركات التأمين أو الأصول الخاصة بالشركة ده بنسمي تعريف المخصصات لو جاء لك عرف المخصصات يتضمن كافة المخصصات المتعلقة بإهلاك الأصول العامة للشركة ومخصصات أخرى طيب مصرفات متنوعة طبع عكس إيرادات متنوعة دي طبعا تتضمن فوائد ديون العقارات ومصرفات السنوات السابقة وإيرادات سنوات سابقة ده إن التوزيعات يتضمن كافة المبالغ التي يتم توزيعها بكافة أنواعها سواء كانت مكافئات أعضاء مجلس الإدارة أو حصة المساهمين والعملين طيب كده التعريفات خلصنا الجزء بتاع التعريفات وقبل ما أبدأ في السؤال بتاع اختار من بين الأقواس طيب أنا محتاج منكم إن أنتم التعريفات اللي أنا قلتها ممكن في الامتحان يجي يقول لي عرف ممكن يجي مصطلح علمي ممكن يجي أكمل لازم أكون عارف الجزء النظري مهم جدا عشان خاطر طبعا أنتم عارفين الامتحان بيشمل أسئلة نظرية وأسئلة عملية طيب إحنا دلوقتي أسئلة عملية تتنوع ما بين صحي وغلطة تتنوع ما بين أكمل ممكن اختار ممكن عرف ممكن أسئلة مقالية محتاج حضرتك تحفظ الأسئلة دي وتبدأ تذكرها وتبدأ بألم ورقة وتكتبها عشان خاطر تبقى بالنسبة لك العملية سهلة لما تدخل الامتحان إن شاء الله تبقى العملية بالنسبة لك ويا ريت نصيحة مني نحاول نتدرب على امتحانات السنوات السابقة ونحل أسئلة الكتاب نبدأ نحفظ في النظري لأن برضو درجات النظري في امتحانة محاسب التأمينات عليه برضو جزء مهم جدا عشان خاطر حاول تجي درجة كويسة تبدأ بيها تكون ايه متطمن من مادة محاسب التأمينات هناخد دلوقتي اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس ونبدأ نشوف بتتحل ازاي طيب السؤال اللي أولاني بيقوله ايه الخطر من أسس التأمينات ولا من أرقان التأمينات طبعا خطر ده بيكون من أرقان التأمينات السؤال الثاني بيقولي التزام شركة التأمين لقيمة الوثيقة للمؤمن له في حالة ما كان الخطر هو السبب المباشر للحادث أو الخسار في عندنا مبدأين هو مبدأ السبب القريب ومبدأ منتهى حسن النية بقيمة الوثيقة المؤمن له في حالة ما كان الخطر هو السبب المباشر للحادث أو الخسارة يعني إذا كان خطر التأمين ده هو ناتج عن حادث مباشر فده يعتبر اسمه مبدأ السبب القريب طيب من أهم بيانات عقد التأمين مدة التأمين من ضمن بيانات عقد التأمين اسم المؤمن له والمؤمن وطبعا من ضمن الحاجات المهمة بيانات عقد التأمين مدة التأمين طيب سجل التعاوضات ولا اتفاقيات تقيد به جميع المطالبات للشركة طبعا سجل التعويضات طيب هنبدأ برضو نكمل الجزء الخاص بالنظري في اختار الإجابة الصحيح من بين الأقواس عشان خاطر نبدأ نكمل الجزء النظري ندخل بعد كده إن شاء الله على الجزء الأولى في الجزء العملي تعالوا نشوف الجزء رقم خمسة بيقول لي المؤمن ولا المؤمن له هو الشخص الطبيعي الذي قام بإبرام وثيقة التأمين طبعا المؤمن له هو الشخص الطبيعي اللي بيقوم بإبرام وثيقة التأمين يعني بيبدأ يدفع وثيقة التأمين أو هو لتعاقد مع الشرك وثيقة التأمين العامة على تطوعة الثلاثة أو خمس سنوات تسمى وثيقة المدة من أهم المبادئ القانونية للتأمين مبدأ المشاركة القسط أو التعويض هو المبلغ الذي يلتزم المستأمن بدفعه طبعا القسط طيب الجزء الأول كده خدنا رقم تمانية هناخد رقم تسعة أداة المستأمن ولا أداة المؤمن هو ما تلتزم به شركة التأمين عند تحقيق الخطر رقم عشرة يعتبر عقد التأمين على الحياة من العقود طويلة الأجل عقد التأمين على الحياة من عقود طويلة الأجل بتعدي سنة وسنتين وعشرة وممكن فترة كبيرة جدا لحد برضو ممكن يكون لحد الوفاة معظم وسائق التأمين العامة وسائق غير محددة القيمة طيب التدفق النقدي من بيع الاستثمارات والأصول السابتة بيساوي طبعا التدفق النقدي من بيع الاستثمارات والأصول السابتة بساوي النقص في الاستثمارات والأصول ناقص خسارة البيع زائد ربح البيع يعني نقص في الاستثمارات والأصول واخسارة البيع ولا إيه ولا ربح البيع رأس المال المستثمر بيساوي إيه؟ رأس المال المدفوع زائد الاحتياطيات زائد الأرباح والخسارة المحتجزة للمرحلة طيب احنا خدنا كده الجزء النظري في محاسبة التأمينات تمام وخدنا برضو موضوع يعني اكمل اختار جزء برضو ممكن تجيلي على هيئة اكمل وممكن تجيلي على هيئة اختار الاجابة الصحيحة من بين الاقواس وخدنا جزء تعريفات برضو مهم جدا هنبدأ دلوقتي في الجزء العملي وهو الجزء الاول الخاص بقيود اليومية طيب حابب بوضح على قود اليومية في كذا موضوع على قود اليومية وهي الموضوعات الاتية في موضوع الاقصاد المباشرة والتعويضات وفي اكثر من موضوع هنتكلم عليه في قود اليومية الخاصة بنا دلوقتي وفي طبعا احنا هم حاجة في درس او الجزء الخاص بقود اليومية في اوقات كتير جدا نبصوا على امتحانات هتلاقي ان ممكن الامتحان يجي بشكلين يعني السؤال ده عموما يجي قود يومية بيطلب منك تمرين وانت بتبدأ تحل القود اليومية تمام وفي نفس الوقت ممكن يجي لك على هيئة تمرين جدول مرسوم ومكتوب في البيانات بس اكيد اذا كانت تعويضات مباشرة او عمولات او اذا كانت اقصات مباشرة او اذا كانت ارادات خاصة بشركة التأمين طيب لازم اوضح قبل ما ابدأ موضوع الاقصات او القيود بتاعت دلوقتي احنا جايبين قيود كده يعني عشان خاطر نقولك الحاجات دي مهمة جدا ودي خاصة بالقود اليومية اللي هي خاصة بعملية محاسب التأمينات عايز برضو تركز اوي في اللي انا هقوله النهارة طيب احنا دلوقتي فيه في الشركة بعض الارادات وفيه بعض المصرفات طيب لما الشركة تاخد اقصات من المؤمن لهم انا خدت مبلغ او است من الشركة فده بالنسبة لي بيعتبر ارادات لما الشركة بتسدي التعويضات برضو بالنسبة لي ما بيبقاش ارادات ده بيبقى مصرفات انا التعويض واحد جاء دفع است من الاست اللي اخده ده مؤمن على نفسه او على ممتلكاته خلال فترة معينة فهو في الفترة دي اللي مؤمن على نفسه فيها محتاج ان هو ياخد التعويض بتاعه سواء بعد مدة سنة اتنين او بعد فترة او اذا كانت تأمين على الحياة بعد الوفاء او بعد اصابة فالمفروض ان انا ببدأ اسدد له التعويضات اللي هي بالنسبة للشركة بتبقى مصرفات فيه برضو عمولات عندي اما عمولات مدفوعة او عمولات محصلة هنحاول دلوقتي نركز على القيد همسج في حل تمرين قيود اليومية القيد الاول وانا امرقامه معكم تبدأ تحفظ القيود وتبدأ تطبق عليها تجيب قلم ورقة وتكتب وراء القيود دي وهي العملية سهلة جدا محتاجة منك بس تركز ازاي تحل تمرين قيود اليومية هنبدأ دلوقتي التمرين الاولاني على حل قيود اليومية قلت ممكن يجي لك كمان التمرين عبارة عن قيود يومية سماء وانت بتبدأ ترصها او تبدأ تحلها دفتر يومية عادي او دفتر يومية يكون جاهز وانت حضرتك بتكون ايه بتبدأ تحل قيود اليومية كده اكمل طيب رقم واحد بيقول لي بلغت قيمة الاقصاط المستحقة في درس الاقصاط المستحقة ده او درس الاقصاط عندنا تلات انواع من الاقصاط او هو بينقسم لتلات اجزاء اقصاط مباشرة واقصاط اعادة تأمين وارد واقصاط اعادة تأمين ساطر تاني معلش حابب اعدي تاني معايا الاقصاط تنقسم الى ثلاثة اجزاء وهي اقصاط مباشرة اقصاط اعادة تأمين وارد واقصاط اعادة تأمين صادر طيب نبدأ الاول هاخد رقم واحد كده معايا وابدأ احلها معاكو في قيود يومية ونرجع تاني على بقية القيود بلغت قيمة الاقصاط المستحقة عن وسائق التأمين 500 الف جنيه حصل منها 400 الف جنيه وقد بلغ نصيب الشركة اعادة التأمين الصادر 100 الف احنا ده كده في الجزء الاول ده عندنا حاجتين عندنا اقصاط مباشرة وعندنا اقصاط اعادة تأمين صادر طيب هنشوف كده التمرين بتحلي معايا ازاي في قيود اليومية انا امرقم في الجزء الاول اول قدين دي اسمها قيود الاقصاط المباشرة اللي هو استحقاق وتحصيل نقولهم تاني مع بعض لما يقول لي بلغت الاقصاط المستحقة او بلغت جملة الاقصاط بكتب له القدين دول قيد استحقاق وقيد تحصيل يعني انا بث بتستحقاقي في الاقصاط دي فبقوله قيد من حساب اقصاط تحت التحصيل الى حساب اقصاط مباشرة وبعد كده لما باجي بحصل الفلوس دي فبحصلها في الخزنة أو البنك من حساب الخزينة أو البنك إلى حساب أقصاد تحت التحصيل يبقى تاني القدين دول مع بعض قيود أقصاد مباشرة تنقسم إلى قدين أقصاد تحت التحصيل وأقصاد مباشرة من حساب الخزينة أو البنك إلى حساب أقصاد تحت التحصيل لاحظنا أن أقصاد تحت التحصيل في القد الأولاني جات مدينة وفي القد الثاني جات داينة أفلتها مرة مدينة ومرة دين أسمع تاني منكم معلش قراروا معايا عند تحصيل الأقصاد المباشرة بقوله القيد من حساب أقصاد تحت التحصيل لأقصاد مباشرة ومن حساب الخزينة أو البنك لحساب أقصاد تحت التحصيل تعالوا بقى على القسط الثاني وهو أقصاد إعادة تأمين صادر يعني هي أقصاد إعادة تأمين صادر الأول أقصاد مباشرة دي أقصاد بتحصلها شركة التأمين من المؤمن لهم فلوس باخدها كل شهر واحد جاي يأمن على نفسه أو على شركته فبيدفع لكل شهر أو كل فترة حسب الاتفاق أو حسب العقد المبرم ما بين المؤمن والمؤمن له مبلغ وقدره أي أن كان إيه هو فدي تعتبر اسمها أقصات مباشرة في حاجة اسمها أقصات إعادة تأمين صادر ودي لازم أوضحها شوية في جزء أقصات إعادة تأمين الصادر طيب الحالة الأولى في أقصات إعادة تأمين الصادر إن أنا ممكن تكون شركة التأمين لها أكثر من فرع لها أكثر من فرع والفرع اللي موجود معايا ده بتاع أقصات إعادة تأمين الصادر ده بيعتبر بالنسبة لي أنا ممكن أحصل نيابة عنه تأمين وابدأ أعمل إعادة تأمين صادر التأمين اللي أنا خدته من المؤمن عليهم وابدأ أدي للشركة اللي أنا حصلت منها إيه التأمين بتاعي طيب أقصات إعادة تأمين صادر دي عبارة عن ثلاث قيود يومية يبقى احنا قلنا اقصات مباشرة قدين اقصات اعادة تأمين صادر ثلاث قيود يومية نقول لهم بقى تاني كده مع بعض عند تحصيل اقصات اعادة انا عايز اقول برضو في الاقصات المباشرة هو احنا حصلنا المفروض ان احنا لنا 500 الف بس حصلنا منهم 400 يبقى قد الاستحقاق بمبلغ القسط اما قد التحصيل بالمبلغ المحصل فعلا وهو 400 الف طيب اقصات اعادة تأمين صادر دي بنقولها كده مع بعض من حساب اقصات اعادة تأمين صادر للشركة المصرية لاعادة التأمين ومن حساب الشركة المصرية لاعادة تأمين الى حساب المال لاحتياطي لعمليات اعادة تأمين طيب ومن حساب تاني من حساب الاقصات المباشرة الى حساب اقصات اعادة تأمين صادر ثلاث قيود استحقاق وتسوية واقفال يبقى لما يجي يقول لي في التمرين في الامتحان ما هي أو أقصات إعادة تأمين صادر بلغت أقصات إعادة تأمين صادر أنا سمعكم بتقولوا معي ها هقولوا في القيد 3 قيود يومية من حساب أقصات إعادة تأمين صادر للشركة المصرية لإعادة تأمين ومن حساب الشركة المصرية لإعادة تأمين لحساب المال لإحتياط العمليات إعادة تأمين ومن حساب الأقصات المباشرة لأقصات إعادة تأمين صادر ده كل ده خاص بالقيد رقم واحد إلا أنا مرقمه كده على الجنب ده ده رقم واحد طيب يا مستر حضرتك هل شرح القيد مهم؟ آه طبعا مهم لأن أنا ممكن يجيلي التمرين أكمل ما يأتي من حساب أقصاد تحت التحصيل إلى حساب نقط ويجي هو يقول لي استحقاق الأقصاد المباشرة يبقى أنا ممكن يجيلي القيد ده عبارة عن إيه؟ عن أكمل فلازم أعرف من القيد لو لن استحقاق والتاني التحصيل ده بالنسبة لأقصاد المباشرة والقيود الخاصة بعملية أقصاد إعادة تأمين صادر نقول لهم تاني مع بعض من حساب أقصاد إعادة تأمين صادر لحساب الشركة المصرية لإعادة تأمين ده استحقاق ومن حساب الشركة المصرية لإعادة تأمين من حساب المال لإحتياط لعملات إعادة تأمين ده تسوية ومن حساب الأقصاد المباشرة لأقصاد إعادة تأمين صادر لاحظنا أقصاد إعادة تأمين صادر مرة مدينة ومرة دينة والشركة المصرية العادة تأمين داينة مدينة بنقفل القيد استحقاق وتسوية استحقاق وإقفال والأقصات المباشرة دي طبعا بتبقى مدينة لإن أنا هحصلها كتأمين صادر أرجع لتمريني تاني طيب تمرين عندي بيقول لي رقم اتنين بلغت قيمة التعويضات المستحقة عن هذا العام ميتين ألف جنيه احنا دلوقتي في ايه في تعويضات وسدد منها سدد منها مية وتمانين ألف وقد بلغ نصيب شركة إعادة التأمين الصادر منها أربعين ألف جنيه طيب نرجع برضو نحل تمريني الأول الجزء الثاني نرجع لتمريني بعد كده عشان خاطر تفهمه بيتحل إزاي بحنا كده خلصنا الأقصات وأقصات إعادة التأمين صادر دخلنا دلوقتي على الجزء الثاني القيمة التعويضات المستحقة طيب نشوف التمرين كده القيد بيقول لي إيه القيد بيقول لي تعويضات إعادة أو التعويضات المباشرة من حساب التعويضات لجالي المؤمن لهم دي تعويضات أنا استحقاق التعويضات أنا بسدد فلوس على الشركة للمؤمن لهم هم ليهم عندي فلوس فأنا بعمل الأول عملية استحقاق أشوف ليهم قد إيه هم ليهم عندي 200 ألف جنيه وببدأ بعد كده أسددهم عايز تحفظ القيد أو تفهمه بالطريقة اللي تعجبك دي مبلغ التعويضات المؤمن لهم ليهم 200 ألف جنيه بس أنا سددت منهم ليهم 180 طيب التعويضات دي بتبقى دايما مدينة على الشركة لأنها تسدد لكنها مصروف والمؤمن لهم دينين بمبلغ التعويض المستحق له طيب لما المؤمن لهم يروح ياخدوا الفلوس من البنك اللي هو السداد بقى بتعصف التعويضات بتاعتهم خدوا 180 ألف المؤمن لهم زادوا خدوا فلوسهم فبقوا في الجانب المدين والبنك اللي أنا خدت منه الفلوس بقى داين يبقى سهل ممكن نحفظ قيد التعويضات بطريقة سهلة جدا التعويضات دي مصروف مدينة وجال المؤمن لهم داينين بالمبلغ بتاع التعويضات لما المؤمن لهم يروح ياخدوا الفلوس بتاعتهم هقوله من حساب جال المؤمن لهم إلى حساب البنك سداد صافي التعويضات طيب في تعويضات إعادة تأمين صادر بقوله 3 قود برضو مشابهين لإعادة تأمين أو أقصات إعادة تأمين صادر برضو بقوله قيد إيه بقى 3 قود كده سبتين من حساب شركات إعادة التأمين لحساب تعويضات إعادة تأمين الصادر من حساب المال الاحتياط لعملات إعادة تأمين لشركات إعادة تأمين ومن حساب تعويضات إعادة تأمين صادر لحساب التعويضات دا قيد إثبات تحصيل إقفال إثبات تحصيل إقفال لأن إحنا هنا التأمين الصادر ده بالنسبة لنا هيبقى تعويض المفروض إن إحنا بنحصله من الغير طبعاً يعتبر بالنسبة لنا تحصيل وليس إرادة طيب عايزة دلوقتي تركزوا معايا في الجزء بتاع الأقصاط المباشرة وخدنا التعويضات وهنا قصتنا جزء الثاني في التمرين ده الأقصاط المباشرة تركزوا معايا وتحاولوا تفرقوا ما بين كلمة أقصاط مباشرة وتعويضات الأقصاط المباشرة ده إرادات والتعويضات بالنسبة للشركة تعتبر مصرفات طيب الأقصاط المباشرة كم جزء عندنا؟ عندنا أقصاط مباشرة عندنا أقصاط إعادة تأمين صادر عندنا أقصاط إعادة تأمين وارد طيب والتعويضات في تعويضات اللي هي طبعاً الجزء الأولاني بتاعنا اللي إحنا جملة التعويضات اللي إحنا خدنا دلوقتي وفي تعويضات إعادة تأمين صادر وتعويضات إعادة تأمين وارد طيب أنا محتاج دلوقتي منكم أن أنتوا تركزوا معايا على الجزء الأخير ويبقى حاولنا نلم جزء كبير قوي من قيود اليومية مع العلم قلت برضو أول الحلقة أن قيود اليومية ممكن تيجي بشكلين بتمرينين في الامتحان وده لو بسطوا على امتحانات السنين اللي فاتت على طول هتلاقوا فيه جزء على قيود يومية دفتر يومية عادي والجزء الثاني عبارة عن أكمل طيب تعالوا مع بعض كده نشوف قيود اليومية وجزء الثالث بتاعنا في التمرين اللي هو خاص بقيود اليومية طيب دلوقتي على القيود بتاعتي اللي هي الخاصة برقم ثلاثة اللي بلغت العمولات المستحقة عن عمليات الفرع مبلغ ثمانين ألف يبقى الدرس الثالث عمولات لحظوا الدرس الأول أقصاد اللي بعديه رقم اثنين تعوضات ثلاثة العمولة المستحقة ثمانين ألف سددت للشركة منها إلى المنتجين ستين ألف وبلغ نصيب شركة اعادة تأمين الصادر منها كام؟ عشرين ألف جنيه المفروض طبعا إثبات قيود اليومية السابقة طيب احنا خدنا دلوقتي الجزء الخاص بالتعوضات وتعوضات اعادة تأمين صادر هناخد دلوقتي الجزء الخاص باستحقاق العمولات أجور وعملات إلى حساب الوكلاء والمنتجين ده استحقاق ليهم أجور وعملات برضو مصروف إلى حساب الوكلاء والإيه والمنتجين ومن حساب الوكلاء والمنتجين لحساب البنك ده استحقاقه ده إيه سداد هو المبلغ عندي بتاع الأجور والعملات 80 ألف بس سدد منه 60 ألف بس فبكتب المبلغ ده قد رقم 3 هو المبلغ لنا المفروض أن أنا أستحقه من الأجور وعملاته وبعد كده بكتب الإيه السداد بتاعه شركات إعادة تأمين من حساب شركات إعادة تأمين لحساب عمولة إعادة تأمين صادر هنلاحظ أن عمولة إعادة تأمين صادر لها 3 قويد يومية نحفظهم كده مع بعض من حساب شركات إعادة التأمين إلى حساب عمولة إعادة تأمين صادر ومن حساب الخزينة أو البنك لشركات إعادة التأمين تحصيل جزء من العمولة ومن حساب عمولة إعادة تأمين صادر إلى حساب إرادات ومصروفات فرع تأمين الحياة وده قيد الإقفال يبقى إحنا عندنا الجزء الخاص بشركات إعادة التأمين أو عمولة إعادة تأمين لها 3 قيود لو أنت ركزت في القود اليومية هتبقى بالنسبة لك سهل طيب احنا كده خلصنا قودي اليومية وعايزين ندخل على جزء جديد مو جزء أساسي في الامتحان بس أنا عايز أقولك برضو كلمة مهمة جدا لما تيجي تجزأ تمرينك في قودي اليومية أقولي أن أقصات مباشرة هبارة عن قدين أقصات إعادة تأمين صادر 3 قيود أقصات إعادة تأمين وارد 3 قيود العمولات قدين عمولة إعادة تأمين وارد 3 عمولة إعادة تأمين صادر 3 قيود وهكذا تبدأ ترتب نفسك واللفز بيعرفك أن التمرين طالب منك إيه لما أجي أقولك بلغت الأقصات المباشرة يبقى أنا يا مستر عايز أحدي دلوقتي بإيه بقيود الأقصات المباشرة بلغت أقصات إعادة تأمين صادر بلغت أقصات إعادة تأمين وارد يبقى هو كده بيحدد لي إعادة تأمين صادر ولا وارد هل هي أقصات ولا هل هي تعويضات لما أجي أقولك مثلا أنت فرق ما بينهم كده لوحدك من غير تفكير كتير يعني أنا عايز أقول دلوقتي لما أقولك بلغت أقصات إعادة تأمين صادر يبقى ده قيودك أقصات إعادة تأمين صادر وله هي تلت قيود تحفظهم تبدأ تكتبهم مرة نفسك عليهم هيبقى من نسبة لك التمرين سهل جدا لما أجي أقولك بلغت تعويضات إعادة تأمين صادر يبقى أنا برضه فرقت ما بين اللفظ كلمة أقصات وكلمة تعويضات بلغت عمولة إعادة تأمين وارد بحدد الكلمة يقولي عمولة يقولي أقصات يقولي تعويضات عايز أدخل على درس مهم جدا 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 وبيجي دائما في الامتحان وده من ضمن الأسئلة برضو اللي هي إيه مش صعبة وهو حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة ده ينقسم حساب إرادات ومصرفات إما حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة أو حساب إرادات ومصرفات التأمين على الحريق يبقى إحنا عندنا حسابين إن شاء الله بإذن الله بيجي في الامتحان واحد منهم نبص على الامتحانات السابقة هتلاقيهم الكرر كتير ودازم تركز طريقة حله سهلة جدا وهنقول طريقة حله بطريقة مبسطة وتحاول تمرن نفسك عليه عشان ما تنساش وإنت بتحل بتلاقي نفسك متبرجل في الإجابة فان شاء الله تعالوا كده معنا لنبص على الإجابة بتاعتنا أو التمرين بتاعنا ونشوف نحل حساب إرادات ومصرفات إزاي طيب الجزء الأول أو التمرين الثاني هنقول دلوقتي على إيه؟ على حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة طيب حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة بيقول التمرين تمت العملات لأتيها في إحدى شركات التأمين على الحياة واحد المخصصات الفنية في 1-21-20 كانت احتياطي المال الاحتياطي و300 ألف مخصص تعويضات تحت التسوية الأقصات المباشرة عبارة عن 600 ألف وأقصات إعادة تأمين والد 400 ألف وأقصات إعادة تأمين صادر 200 ألف طيب رسوم الإشراف المدفوعة 12 ألف والمصاريف العمومية والإدارية 52 ألف التعويضات المباشرة 100 ألف وتعويضات إعادة تأمين الوارد 40 ألف وتعويضات إعادة تأمين الصادر 20 ألف رسوم الإشراف المحصلة 28 ألف ورسوم إصدار الوسائق 22 والعملات المباشرة يريد تركزوا معا في التمرين كده عشان خاطر تشوفوا التمرين خطواته بتيجي إزاي طيب تاني مخصصات فنية أول المدة المال الاحتياطي مخصص تعويضات تحت التسوية أقصات مباشرة أقصات إعادة تأمين ركزوا على البيانات دي رسوم إشراف مدفوعة مصاريف عمومية وإدارية وتعويضات مباشرة وتعويضات إعادة تأمين وارد وتعويضات إعادة تأمين صادر رسوم إشراف محصلة ورسوم إصدار وصائق عمولات مباشرة هو بيجيب لبيانات زي كده كتير وأبدأ أنا إيه أكمل رقم 7 إرادة السمارات ومصاريف السمارات 5000 مخصصات فنية 6000 احتياطي عام فإذا علمت أن المستحقات 3000 إرادة السمارات والمقدمات 1000 في المصاريف الإدارية فمناصيب الفرع من تكاليف الإنتاج 20 ألف طيب وأنا دلوقتي عايز حل التمرين ببدأ حل التمرين معايا المطلوب تصوير حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة طيب الجدول كده أول حاجة حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة في طريقتين في الحل طيب الأولين إنت تشوف برضو الطريقة بنسبالك سهلة إزاي هو طبعا نفس النتيجة هتبقى هي هي فهاش مشكلة إما الطالب عليه يبدأ يحفظ البيانات دي كلها ويعرف البيانات دي إيه اللي بتحط فيها وتبدأ تجيب أرقامها من التمرين وتجيء وتجاوب على تمرينك عادي جدا أو هنبدأ نقسم تمريننا الجزء اللي علي مين ده يعتبر مصرفات ولا على الشمال إرادات هنبدأ بالمخصصات شايف في الشمال كده أو الجزء ناحية الجانب الدين جانب الإرادات مخصص أول المدة عكسه في الجانب المدين مخصص آخر المدة طيب الجنب ده عايزة ساميه جانب الإرادات والجنب ده عايزة ساميه جانب الإيه المصرفات طيب خلينا في المخصصات الأول وعايزة أقول الأقصات المباشرة همسك باند باند وأجيب رقمهم من التمرين موجود عندي في التمرين في رقم واحد قال لي مخصصات أول المدة مال احتياطي أول المدة المال احتياطي أول المدة ومخصص تعويضات أول المدة ورقمين دول موجودين كده برقم واحد في التمرين فبنا بحطهم بجيبي الرقم بتاعهم من التمرين وحطهم ده بيعتبر مخصصات أول المدة في الجانب الدين طيب الأقصات المباشرة هو حضرتك القست ده بالنسبة للشركة إرادة ومصروف طبعا تحرك بتجاوبني وتقول لي إن ده إراد يبقى أي قست بتحصله الشركة بيعتبر في الجانب الدين أحفظها كده نقول تاني مع بعض مخصصات أول المدة المال احتياطي أول المدة ومصروفات ومخصص تعويضات أول المدة أجي على الأقصات المباشرة إرادة بالنسبة للشركة واجمع عليه أقصات إعادة تأمين وارد واطرح منه أقصات إعادة تأمين صادر يعني أقصات إعادة تأمين وارد واطرح منه أقصات إعادة تأمين صادر طبعاً البيانات دي جايلي في التمرين الأقصات المباشرة بـ 600 ألف وأقصات إعادة تأمين وارد بـ 400 وأقصات إعادة تأمين صدر بـ 200 أجمع الـ 600 وـ 400 نقص 200 هديني صاف الأقصات 800 ألف طيب معايا تاني عمول التأمين صدر ودي بتتحط في الجانب الدين موجودة برضو في التمرين أما بالنسبة للإرادات تشمل ما يلي أنا جاي بأربع إرادات إن شاء الله بإذن الله يعني شاملين الجزء بتاع الإرادات بحساب إرادات ومصرفات فرع الحياة وفي حساب إرادات ومصرفات التأمين أو ضد الحريق يبقى فرع الحياة وضد الحريق طيب إيه الإرادات برضو يا جماعة عايز أقول حاجة يعني اختلافات بسيطة ما بين حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة وما بين حساب إرادات ومصرفات التأمين أو ضد الحريق هي يعتبر المخصصات هنا ثلاثة وهنا ثلاثة إنما هنا في الدرس بتاعنا ده بيبقى مخصصين فقط طيب إرادات بقى سمعوا معي كده الإرادات صافي داخل السسمار إرادات أخرى رسوم تعديل وسائق رسوم إشراف محصلة كل ما هو محصل وإرادة بالنسبة لشركة التأمين بحطه في حساب إرادات ومصروفات فرع الحياة على الجانب الشمال طيب تعالوا على الجانب اليمين التعوضات المدفوعة هو إيه اللي باللفز مدفوعة يعني أنا هدفعها فهتبقى إرادة ولا مصروف مصروف إحنا مش عايزين نحفظ عايزين نفهم نجيب بيانات التمرين هرجع لكم على التمرين تاني دلوقتي بس ما خلص شرح الجزء ده وتشوفوا الأرقام بتيجي إزاي تعوضات مدفوعة تعوضات تأمين وارد تجمع وتعوضات تأمين صدر تبطرح يبقى التعوضات نجيب صافي التعوضات إزاي التعوضات المدفوعة زي التعوضات إعادة تأمين وارد ناقص تعوضات إعادة تأمين إيه صادر جمعتهم تلعب كم؟ بـ 80 ألف تكاليف الإنتاج عبارة عن عملات مباشرة زي عملات تأمين وارد يدينا صافي العملات يبقى العملات المباشرة زي عملات تأمين وارد يدينا صافي العملات فيه مصروفات بقى كل المصروفات اللي تقابلك تتحط في جانب المدين مصروفات استثمار مصروفات عمومية وإدارية وزي مصروفات أخرى رسوم إشراف مدفوعة رسوم تسجيل ومخصصات زي مخصص أخر المدة مال احتياط أخر المدة ومخصص تعويضات ويدين الفائد قبل ما تكمل التمرين واجيب الأرقام أنا عايز بقى أرجع معاكم كده لإيه للتمرين بتاعنا المخصصات الفنية أول مدة شايفين أهي إحنا قلنا مخصصات فنية أول مدة تتحط في حساب إرادات المصروفات فرع الحياة على الجانب الداي جانب الإرادات قادي المخصصين الاثنين أول بندين حطتهم على الجانب الدايين في الإرادات الأقصات المباشرة تحتها وأقصات إعادة تأمين وارد بتجمع وأقصات إعادة تأمين صدر بتترح طيب بص كده معايا الكلمة دي رسوم إشراف مدفوعة يبقى دي هتدفع دي مصروفات أحطها في الجانب الأيمن طيب مصروفات عمومية وإدارية 52 ألف الجانب الأيمن التعويضات المباشرة وتعويضات إعادة تأمين وارد وتعويضات إعادة تأمين صدر دي في الجانب جانب المصروفات على اليمين لأن دي تعتبر بالنسبة لنا تعويضات مباشرة في الأول تعويضات إعادة تأمين وارد تجمع وتعويضات إعادة تأمين صدر تترح ركزوا معايا وبدأوا كتبوا البيانات دي وبصوا على الإجابة الجدول بالنسبة لك سهل جدا أنت ما عليك إلا بتعرف البيان ده بيتحط في الجانب المدين أو الدين أو في جانب المصروفات أو الإرادات للعلم المصرفات على اليمين والإرادات على اليسار طيب دفتر أستاذ أكنه إيه مدين ودين رسوم إشراف محصلة طيب أنا حصلت يبقى ده إرادة بالنسبال رسوم إصدار وسائل برضو تحصيل إرادة بالنسبال عمولات مباشرة تعتبر من العمولات المصرفات وعمولات إعادة تأمين ورد بتجمع عليها عمولات إعادة تأمين صادر بنحطها في الجانب الدين جانب الإرادات طيب نكمل حتى بقية التمرين إرادة استثمارات يتحط ومصرفات الاستثمار والمخصصات الفنية آخر المدة تعتبر من ضمن البيانات اللي بتتحط آخر التمرين في جانب المصرفات وهم مخصصين المال الاحتياطي ومخصص تعوضات في قاعدة بتقولي أن المستحقات تجمع والمقدمات تطرح طيب إرادة استثمارات موجودة بـ 14 ومستحق 13 أو 3000 إرادة استثمارات صف الداخل من استثمار وإرادات أخرى ورسوم تعديل وصائق يبقى إحنا قلنا دول كده بيتحطوا فين؟ بيتحطوا في الجانب الدي وقلت التعوضات المدفوعة وتعوضات تأمين ويري وتعوضات تأمين صادر على اليمين كل البيانات اللي أنا خدتها في التمرين ما عليك حضرتك خدتها زي ما هي ببياناتها وحطتها في حساب إرادات ومصرفات إما جانب مدين أو جانب إيه؟ طيب إحنا كده خدنا التمرين التاني من قيود اليومية أولا ثم حساب إرادات ومصرفات فرق الحياة وقلنا مشابه ليه جدا حساب وإرادات ومصرفات ضد التأمين ضد الحريق ما عليك حضرتك إلا أنك تركز أن المصروف يوضع على الجانب الأيمن والإرادة يوضع على الجانب الأيصر طيب بياناتك لازم تركز فيها ولازم تعرف أن أنت كل المصرفات أحطها في المدينة كل الإرادات في الدين يعني لما أقولك رسوم مدفوعة يبقى ده مصروف أقولك رسوم محصلة ده إرادة أما أجأ أقول برضو حاجة مهمة جدا أقصات مباشرة إراد أما أجأ أقول تعويضات مدفوعة تعتبر من المصرفات في الجانب المدين هنبدأ دلوقتي بسؤال تاني مهم جدا جدا بالنسبة لنا برضو تحنات متقررة فيه كتير وهو إعداد قائمة الدخل التمرين كويس وسهل جدا كلها بيانات مبسطة وتحاول تلم درجات من التمرين محاسب تأمينات مادة من المواد الجميلة جدا أقدر حلها بالسلم تخدش وقت في الحل تبدأ تمرر نفسك كتير جدا المحاسبة محتاجة جهد ومبزول عشان خاطر حل خطواتك صح وتجيب فيها درجات إن شاء الله درجات كويسة طيب هبدأ دلوقتي في السؤال الثالث وهو سؤال قائمة الدخل وهو من الأسئلة المهمة جدا معنا فتعالوا نشوف كده السؤال بيتكلم عن إيه طيب سؤال الثالث أو التمرين الثالث على قائمة الدخل بيقول لي إيه التمرين ظهرت الأرصداء الآتية في شركات تأمين مصرية في وقت 30-12-2020 بلغ فائد عمليات التأمين ركزوا معايا قبل ما هبدأ تمرين لازم نحط أساسيات في التمرين وإنت بتسترجع الحلقة بتاعتنا بتاعة محاسبة التأمينات طبعا إن شاء الله بنزلكم الحلقات دي على اليوتيوب على قناة مصر التعليمية ادخل على اليوتيوب واعمل بحث على قناة مصر التعليم الفني هتلاقي كل ما يختص بالتعليم الفني من محاسبة أو مواد تجارية أو لغة عربية أو إنجليزية وكل ما يختص بالتعليم الفني التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي موجود معنا إن شاء الله على قناة مصر التعليمية وللتعليم الفني طيب بيقول لي بلغ فائد عملات التأمين أشخاص وتكوين أموال وتأمين ممتلكات ومسؤوليات يبقى عملات التأمين دي إما تأمين أشخاص أو تأمين ممتلكات يبقى نقول فائد عملات التأمين ينقصن إلى تأمينات أشخاص وتكوين أموال وتأمينات ممتلكات ومسؤوليات ركز في الجزء اللي جاي إرادات أخرى صوف الاستثمار غير المخصص وده إراد مصاريف متنوعة بعشرة أرباح بيع أصول سابتة بعشرة أصول سابتة بمية وخمسين ألف مخصصات أخرى بعشرين مصاريف متنوعة خمستوشر فإذا علمت أن تستهلك الأصول السابتة بمعدل خمسة في المية بلغت الزيادة في المخصصات الأخرى لتخص العام بخمس تلاف إرادات أخرى مستحقة بعشر تلاف مصاريف متنوعة مقدمة بألفين صوف الدخل على الاستثمار غير المخصص المستحق خمس تلاف طبعاً هنبدأ دلوقتي المطلوب مني إعداد قائمة الدخل ركز في البناء كويس قوي وركز معايا فائد عملية التأمين عبارة عن تأمينات أشخاص وتأمينات ممتلكات تأمينات أشخاص وتكوين أموال وتأمينات ممتلكات ومسؤوليات لاحظ إن التمرين عبارة عن حاجتين تاني إرادات ومصرفات وزاد عليهم كلمة أصول سابتة إذا علمت أنه دي نبدأ نحلها مع حل التمرين إعداد قائمة الدخل هنبدأ بقائمة الدخل دلوقتي والجزء الأول معنا نعمل تلت خيان تلت خنات بيان عام سنة المقارنة هنخلي سنة المقارنة دي لإيه للتمييد للحل بتاعنا لاحظ كده بص معايا فائد عكس النشاط التأميني عبارة عن تأمينات أشخاص وتكوين أموال وتأمينات ممتلكات ومسؤوليات تاني نركز فائد عكس النشاط التأميني عبارة عن تأمين أشخاص وتكوين أموال وتأمينات ممتلكات إجمالي يبقى 850 ألف صاف الدخل من السسمار هو جايبه بعشرين ماشي؟ مش هحط رقم دلوقتي بس هو قال لي تحت إيه؟ قال لي هناك أو صاف الدخل من السسمار المخصص المستحق خمس تلاف هجمع العشرين والخمسة هيبقى المجموع خمسة وعشرين يبقى أنا ما تصرعش في الإجابة هتضيف عليهم إيرادين يبقى فائد عكس النشاط التأميني اللي هو تأمينات أشخاص وتأمينات ممتلكات ركز في الأرقام عشان ما تهش خمسمائة ألف وثلاثمائة وخمسين ألف إداني تمنمائة وخمسين ألف هجمع عليهم الإيرادات واترح منهم ثلاثة مصرفات ثلاث مصرفات هاترحهم يبقى إيرادات إيرادين والمصرفات ثلاثة نركز بقى البيانات أو اللي في سنة المقارنة ده أنا أعمله تمهيد ما تصرعش في إجابة وكتابة الرقم هو قال لي صاف الدخل من السسمار فوق بكام؟ بعشرين ما جيش أنا أكتبه عشرين لازم أكامل تمريني على الآخر للآخر كده قال لي صاف الدخل من السسمار خمس سلاف مصتحق يبقى مصتحقات في قاعدة بتقول لي المصتحقات تجمع والمقدمات تطرح أنا عندي صاف دخلي بعشرين وليه مصتحق بره خمسة يبقى الإجمالي خمسة وعشرين إيرادات أخرى موجودة بتلاتين وفي إيرادات مصتحقة برضه بعشرة يبقى الإجمال أربعين هجمع ركز هجمع تمنمائة وخمسين زائد خمسة وعشرين زائد أربعين يديني الإجمال لتسعمائة وخمسة طيب المصروفات كم مصروف إهلاك أصول سابتة مخصصات أخرى مصروفات متنوعة تاني نقول مع بعض فائد عكس النشاط التأميني عبارة عن تأمينات أشخاص وتكوين أموال وتأمينات ممتلكات ومسئوليات اجمعتهم تلعب تمنمائة وخمسين والإيرادات كم يا مستر صاف الدخل من الاستثمار وإيرادات أخرى مع العلم ما تسرعش في كتابة الرقم لازم أركز إن فيه مستحق أجمعه ولو برضو مقدم أطرح ليه اتنين طبعا مستحق فجمعت إلى عشرين والخمسة بقى خمسة وعشرين والتلاتين والعشر باربعين إداني تسعمائة وخمستاش طيب إيه المصروفات قال لي تستهلك الأصول السابتة بمعدل خمسة في المية سنويا الأصول السابتة جاي في التمرين بكام؟ بمئة وخمسين ألف وتستهلك معدل خمسة في المية هيديني سبع تلاف ونص يبقى إهلاك الأصول السابتة كام؟ سبع تلاف ونص مخصصات أخرى هو قال لي المخصصات الأخرى لتخص السنة بخمس تلاف وإحنا طبعا نحط في القيمة ما يخص السنة وليس المستحق أو المقد رقم تلاتة مصروفات متنوعة مكتوبة في التمرين بعشرة وهناك مصروفات متنوعة مقدمة بألفين فهجمع هطرح العشر تلاف نقص الألفين الداني تماني واجمع بقى تبصوا كده أي حاجة بين قصين بكلام ده تركزوا فيه شوية أي حاجة بين قصين بتترح وأي حاجة مش حاططها بين قصين بجمعها يعني أنا جامعة 850 و250 و40 الداني 915 إنما في إهلاك الأصول السابتة والمخصصات الأخرى مصروفات متنوعة طرحت فالداني 845 فيه هنا أرباح بيع أصول سابتة فبسميها أرباح بنود غير عادية اسمها أرباح بيع أصول سابتة اتجمعت بقى المجموع 894.500 الدريبة المستحقة تعتبر 10% بجبتها إزاي هضربت 894.500 فعشر في المية فهديني 989.450 وطبعا أنا حطيتها بين قصين هتطرح هتديني صافي الربح أو خسائر العام صافي أرباح أو صافي خسائر طبعا جايب الموجة تبقى صافي إيه أرباح عايز أبص كده على التمرين كده مع بعض ركزوا شوية إرادات أخرى ب30 وقال لي إرادات أخرى مستحقة 10 لاحظ أنا كتبتها 40 في التمرين 30 و10 ب40 قال لي صافي الدخل من استثمار غير المخصص 20 وقال لي تحت صافي الدخل على استثمار غير المخصص المستحق 5 هجم على العشرين والخمسة كتبتها 25 قال لي تستهلك الأصول السابتة بمعدل 10% والأصول السابتة عنده ب150 يبقى 150 في 5% كتبينها 7000 ونص بلغت الزيادة في المخصصات الأخرى التي تخص العام شايفين المخصصات الأخرى هنا جايب كم؟ جايب 20 بس أقل اللي التي تخص العام 5 يبقى أنا حط الخمسة اللي بتخص العام إرادات أخرى مستحقة تبتهى مصروفات متنوعة مقدمة بألفين والمصروفات المتنوعة موجودة بعشرة ويه ألفين هتبقى كم معايا؟ هتبقى موجودة هنا في التمرين بصوا العشرة مقص الألفين تدينها 8 ونكمل تمريننا عادي جدا ولحد ما نجيب صف الربح طيب إحنا دلوقتي خدنا جزء مهم وهو الجزء الخاص بقيمة الدخل رجعنا مع بعض قيد يومية رجعنا مع بعض الجزء التاني حساب إرادات ومصروفات فرع الحياة ثم دلوقتي برضو الجزء الأخير خدنا قيمة الدخل التالت تمارين مهمين جدا أنا حبيت النهاردة أو نعمل لكم مراجعة في تمارين مهمة عشان خاطر إن شاء الله تبقى العملية سهلة بالنسبة لك لو مرنت نفسك قلت تاني تحاول تبدأ تذاكر الأجزاء اللي احنا قلنا عليها وإحنا شرحناه هنيجي دلوقتي ناخد آخر تمارين كده بمبسط صغير اسمه إيه بقى؟ اللي هو طبعاً في مال البنات الخاصة المستخراجة القائمة بمركز القائمة المعدة عن عامل مالي الحالي لإحدى شركات التأمين المصرية صف ربح طبعاً هو طالب منك صف التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية عندي ثلاثة أنشطة تشغيلية وتمويلية واستثمارية طيب هو التمرين سهل رق لاحظ كده صف الربح خمس تلاف إهلاك العام متين أرباح بيع أصول سابتة خمسمائة نقص في مدينة وعملات التأمين ألف وكذلك ده إنه ده إينا بخمسمائة الزيادة في مدينة شايف كل البيانات دي بص رصها كده حضرتك في قيمة اسمها قيمة التدفقات النقدية التشغيلية نبدأ بالتدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية اللي هي بخمس تلاف اللي هو صافي الربح ثم كل البيانات اللي مكتوبة عندك في التمرين حطها بالترتيب اللي موجود إهلاك عام أرباح بيع أصول سابتة نقص مدينة وعملات تأمين نقص ده إينا وأرصيدة ده إينا أخرى الزيادة في مدينة وأرصيدة مدينة أخرى الزيادة في شركات تأمين وعاد تأمين الده إينا عايز أقول بقى من لحظة الوحيدة اللي حضر لك هتعملها إن الإهلاك العام ده مصروف أو خسارة بالنسبة للشرق تعكس الإشارة إذا كانت خسارة أو مصروف بكتبها بالموجب وإذا كانت إرادة أو ربح بكتبها بالسالب لاحظ أرباح بيع أصول سابتة عكست الإشارة حطتها بين قسين وإحنا خلاص تعودنا إن أي حاجة بين قسين تعتبر خسارة نقص مدينة وعملات التأمين ألف نقص مدينة وعملات التأمين تعتبر خسارة بعملها بالموجب نقص مدينة وعملات التأمين تعتبر خسارة بعملها بالموجب نقص مدينة وعملات التأمين تعتبر خسارة بعملها بالسالب الزيادة في مدينة وأرصدة مدينة تعتبر ربح بعملها خسارة وزيادة في شركات التأمين تعتبر خسارة بعملها ربح أجمع دولة على الألة الحزبة هيطلع رقم بالسالب أجمعه عشان ده بالسالب أجمعه لـ 5000 هيديني 4200 ودي قائمة التكاليف النقدية التشغيلية وفيه استثمارية وفيه تمولية طيب دلوقتي احنا بالنسبة لنا خلصنا منهج أو جزء مراجع على محاسبة التأمينات وياريت نكون كده وفينا جزء مهم جدا من محاسبة التأمينات وعايز ان شاء الله تحلكم شوية اتمرانوا كتاب المدرسة امتحانات قبل كده وتحاولوا تحلوا المحاسبة باستمرار محاسبة التأمينات من المواد الجميلة جدا وان شاء الله ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته